طبعا يا اصدقائي المتابعين كلكم اتفرقتم تقريبا على سفاح الايس كريم جريجوري ولو لسه ما تفرقتش عليه هسيب لك رابط الملخص بتاعه في الوصف تحت الفيديو جريجوري زمان كان مريض نفسي وخرجته الممرضة ورطن من المصاحة وهو غير لائق في التعامل مع البشر وكان مشهور عنه انه افضل صانع ايس كريم بعد ملك الايس كريم زمان هيتشوك لما تقتل ولما نجح الشباب الصغيرين انهم يخلصوا عليه فيه بول الطفل اللي اتحط في مساحة نفسية اللي كان جريجوري خطفه وسر النكهة الجميلة بتاعت ايس كريم جريجوري انه كان بيعملها من لحوم البشر وبعد فترة كبيرة من موت جريجوري انتشر في احد القرى المجاورة جرائم اختفاء لبشر بدون اي اثر ليهم وبرضو القرية دي كان فيها بائع ايس كريم اسمه بن وكان معروف عنه انه كان واخد جريجوري عنده انه مسله الاعلى ولكن لما الشرطة حققت وفتشت البيت بتاعه وحفرت في الحديقة بتاعته كمان بحسا عن اي حاجة تبين انه مجرم بس ملاقوش حاجة خالص ومحدش عارف مين بيختف البشر دول واعتبرت الشرطة ان الناس دي هربت من القرية لمكان او لمدينة افضل وكل يوم بائع الايس كريم بن بيبيع الايس كريم المميز بتاعه وكل الاطفال بتحبه وبتظهر ماريه بنت رجعت للقرية اللي تولدت فيها زمان واشتريت بيت هنا عشان اطفالها يتربوا في المكان اللي هي تربت فيه برضو اتجوزت مرة وهي صغيرة ودلوقتي عندها شاب عنده 15 سنة رغم سنها وشكلها صغير واتجوزت تاني وخلفت بنت عندها اربع سنين وحياتها تقريبا مستقرة وبتشتغل ككاتبها حرة وهي وصلت للبيت الجديد قبل عائلتها اللي هيوصلولها بعد ثلاث ايام من دلوقتي وتلاحظ بائع الايس كريم بن اللي زمان كان بيحلم يبقى زي جريجوري امير الايس كريم وحلمه تحقق بتطمن ماري على عائلتها وهي منتظرة بقية العفش بتاع البيت انه يوصل لها وفجأة جالها العامل الغريب بيتر ويبصل لها بنظرة غريبة ويقول لها ازاي ست جميلة زيك هنا قعدة لوحدها تقلق منه وحتى لما نقلها العفش ومشي بيبصلها بنظرة غريبة وفجأة جوم جيران ماري ويدعوها لحفلة التخرج بتاعة ماكس وامها تعمل حفلة كبيرة وتدعوها عشان يتعرفوا عليها اكتر وتوافق ماري على الدعوة وهي رايحة بالليل بتحلم تسترجع شبابها في الحفلة من تاني بتقابل اتنين حبايب وهم ماكس صاحب الحفلة وحبيبته تريسي وتقولهم رايحين فين يقولولها رايحين ندخن شوية فيتصدموا لما يلاقوا ماري عايزة كمان تدخن معاهم وتسترجع شبابها ولما خلصت تدخين سابتهم ووصلت للحفلة بتاعة جيرانها السعداء ويشكروها على قدومها وهيعرفوها على كل الناس هنا وهي مش مركزة بسبب الدخان اللي شربته وراح ابو ماكسي ينادي على ابنه عشان يقطعوا كيكة الاحتفال فساب ماكس حبيبته تريسي وراح له وتقوله انها مش هتقدر تكمل الحفلة من تاني ولازم تروح دلوقتي ويسيبها ويمشي وتريسي ماشية تلاقي عربية الايس كريم فتروح توقفها بسرعة عشان تشتري ايس كريم فتلاقي بني زلها ويقول لها انا عارف انك بتحبي ايس كريم التوت فتستغرب منه هو عارف ازاي وكمان تستغرب لما يقول لها تعالي اوريك الشاحنة بتاعة الايس كريم بتاعتي من جوه ولما وقعت في الفخ ودخلت قفل بين عليها الباب وراح قتالها بالسكينة عشان يعمل منها النكهة السرية بتاعة الايس كريم بتاعه ويبدو ان بين فعلا هو وريس جريجوري الجديد وماري في الحفلة بتندب حظها على ماكس وعيلته وهم بيحتفلوا بعيد الميلاد ونفسها ترجع للسن ده من تاني وتحتفل حتى بتفتقد جوزها وبتحسد العشاء على حبهم وجالها ماكس يخفف عنها ويقول لها لو احتاجت دخان من تاني ابقي روحي لامي وقول لها انا جاي عشان العلاج من ماكس وفجأة هتلاقيني ظهرتلك خلصت الحفلة وماري راجع بيتها بعد الليلة الجميلة تستغرب لما تلاقي الاضاءة شغالة في بيتها رغم انها قفلتها قبل ما تروح الحفلة ولما تدور في البيت ما تلاقيش حد وما تاخدش بالها من صفاح الايس كريم بين اللي مرائبها وتقعد تدخن اكتر واكتر عشان تنسل ماضي وذكرياتها لما كانت شابة الصبح تاني يوم بتروح ماري تلعب رياضة وفجأة تلاقي على الارض الدبوس بتاع تريسي اللي صفاح قتلها مبارح بالليل فتاخدوا وتشيلوا معها وتقابل ام ماكس وتقول لها ماري لو قابلت تريسي قوللها تيجي تاخد دبوسها مني فتقول لها ام ماكس تريسي ما ظهرتش من الصبح مستغربين كلهم وراحت ماري تحاول تكتب شوية بس فشلت ونامت على نفسها وتصحى على صوت غريب بتاع عربية الايس كريم ولما تطلع تبص عليه تلاقي ابن عمال بيتحك وتجيلها جاريتها جيسيكا وتقول لها طالما انت لوحدك في البيت انصحك تشتري سلاح لحميتك لان فيه بشر كتير بيختفوا هنا بدون سبب وفجأة تلاقي ماري ماكس وصحابه ويقول لها احنا جايين ننظف الحضائق عايزة مساعدة وتوافق وتخليهم يشتغلوا في الحديقة بتاعتها ويروح ماكس يسأل ماري عن حبيبته تريسي ما ظهرتش من مدة ولا بترد على تليفونها ولا هي في بيتها لكنها اختفت بالضبط فتقول له انها ما شفتهاش وفجأة تيجي مكلمة لصديقهم بيك ومهمة ويقول لهم لازم امشي دلوقتي مش عارف اسعدكم هنا وسبهم ومشي وبيك ماشي في طريقه يلاقي عربية الايس كريم جات وتقفله وينزله بينه ويقول له عارف انك بتحب ايس كريم الشوكولاتة هديلك الايس كريم مجاني وهديلك نصيحة اخوية لا تتلعب ببنات الناس يا صديقي لان فيه بعض الزنوب اللي بتعملها بتنقلب علينا وبتدمر لنا حياتنا يستغرب بيك من كلامه وياخد الايس كريم ويمشي ورح لحبيبته ومعاه الايس كريم وتقول له ان البيت فاضي وعيلتها مش هنا وفجأة يلاقه الباب بيخبط وهو بين عايز يستخدم الحمام لانه ما عندهوش في العربية تستغرب البنت وترفض ففجأة يهجم عليها هي وبيك ويقتلهم بسبب الزنب اللي كانوا هيعملوهم مع بعض وقتلهم بادات غرف الايس كريم وبعد ما ماكس خلص شغله هو وصديقه تروح له ماري وتديله شيك تقديرا بالمجهود اللي هو عمله ويلاءوا جارتهم جيسيكا مستغربة من طريقة كلام ماري وماكس وحاسة ان في حاجة غلط بينهم ويطمن ماكس ماري ويقول لها جيسيكا اصلا مجنونة وخد ماكس رقم تليفون ماري عشان لو احتاجته في حاجة تانية وبالليل تلاقي ماكس جالها وتسأله عن الناس اللي بتختفي هنا فيقول لها الناس خايفة ان صفح جريجوري بتاع الايس كريم رجع من تاني وانا لما تحققت وشكيت في بول الطفل اللي في المصاحة النفسية ولما روحت هناك عرفت انه مات اصلا من زمان الناس اللي بتختفي من هنا بيمشوا من القرية البئاسة دي صدقيني القرية دي مفهاش اي فرصة للنجاح انا مش عارف انت ازاي اصلا رجعت لها من تاني انا بفكر اهرب منها انا كمان مشي ماكس وتلاقي ماري حد بيخبط على الباب ولما تروح ما تلاقيش حد ومش عارفة فيه ايه بس وبيكون السفح بين مرائبها ومش واخد بالها فتدخل بيتها وتغفل على نفسها والصبح تكلم جوزها ويفرحها انه خلاص هيجي لها بكرة الصبح مع الاطفال كلهم وتلاقي ماري بالليل رسالة لها من ماكس انه عايز يقابلها عشان يدوروا على تريسي الناس بتقول انهم شافوها اخر مرة عند الحديقة في القرية تعالي قابليني هناك وساعديني في العصور عليها قررت ماري تروح معاه وتزبط نفسها وتاخد معها الدبوس اللي وقع من تريسي املا انه يجيب لهم الحظ ويلقوا تريسي ولما خرجت ماري من البيت بتكون عربية الايس كريم مرقباها وحتى لما وصلت لماكس العربية وصلت هي كمان وينزل لهم بين ويقول لهم ان عارف انك يا ماري بتحبي ايس كريم الفانيليا وبتحبيه كمشروب كمان تستغرب ماري هو عارف منين وتتصدم اكتر لما يقول لها اصل مرات الخينة هي كمان كانت بتحبه يستغربه من كلامه ويفتكره بيهزر ويدي الماري الايس كريم ويمشي وراح ماكس مع ماري يدوره على ستيسي بس ملاقوش حد خالص ويقول ماكس الماري ما تهتمش بكلام بين بقع الايس كريم ده ما بيعرفش يتعامل او يتكلم مع البشر اصلا ويعودوا يدخنوا شوية وفجأة يلاقوا بين السفاح جالهم بالسكينة عشان يقتلهم فقرر ماكس يسترجل ويروح يخلي ماري تهرب هي وتبلغ الشرطة ويروح هو يحاول يشاتت السفاح ولكن فشل وبين السفاح حصره وقتل وهو كمان بالسكينة زي حبيبته سابقة تريسي وتجري ماري من السفاح بسرعة تستخبى في الشاحنة بتاعت الايس كريم بتاعته وتخب نفسها في كابينة القيادة ومعها سلاح خديته من عربية الايس كريم ولما جاي السفاح بنا عشان يخلص عليها تنجح تراؤه وتهجم عليه وتصيبه فيقول لها انا بقتل الناس المزنبين الفزدين وبعمل منهم ايس كريم عشان يبقوا حاجة حلوة غيرهم يستفيد منها انا قتلت تريسي لانها كانت بتتنمر على الناس وبتدايقهم وقتلت بك وحبيبته لانهم بيتلعبوا ببعض حتى جيت عليك عشان اقتلك لاني لقيت ماكس بيتلعب بيكي وانتي كنت هتستسلمي وهتخوني جوزك مع شاب بقد عيالك انا حاولت امنعك من الخيانة خلصت عليه ماري نهائيا ويمكن تكون خدت بنصيحته وقررت انها تهتم بعيالتها وبس وتتأقلم على سنها ووظيفتها كام دلوقتي وقالتها وصله اخيرا وراحت تقابل بنتها وابنها وجوزها اللي لو لا سفاح بين لكانت مراته ماري خانته مع الشاب ماكس وكان هيبقى ده من الاسرار المظلمة اللي لو اكتشفت هتدمر عيالتهم دي كلها القرية كلها بيت بتحب ماري لانها قتلت السفاح بين سفاح الايس كريم وريس جريجوري وتأكدوا من جريمه عن طريق بقايا بشرية لقيتها الشرطة لما حللوا الايس كريم بتاعه قد تكون مشكلة ماري مع السفاح بين خلصت ولكن بالنسبة لمشكلتها مع بيتر العامل اللي جاب لها العفش في الاول هتبدأ لسه وشكل السفاحين اجيال بتسلم اجيال ورا بعد بفكرك هسيب لك الجزء الاول من سفاح الايس كريم جريجوري في الوصف تحت الفيديو مع قيمة تشغيل فيها اكتر من 100 فيلم سفاح